الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهد عندك الفراخ جو نار الفراخ عمال تنهج وينايم على جنبها او لزق في الحيط او متكومة في جنب واحد الفراخ بتموت بعد ادان العصر لحد ادان العشاء او الساعة عشرة بالليل النفق بيبدأ يشتغل بسبب الاحتباس الحراري جايب لك النهار ده لحل النهائي للموضوع ده فاتمنى بقى انك تدعي دعوة طيبة كده تقول الله بيرك لك الدكتر محمد ويعينك عن مجود الجميل اللي ونبدأ الموضوع يا جماعة كالعادة بالصلاة لحبيبنا النبي عليها افضل الصلاة وتم وتسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتفقنا اتفاق قلنا هنخلي وقت الفيديو ما يعديش الاربع دقيقة او الخمس دقيقة بس بشرط تعمل لايك جميل لايك تحت الفيديو تلاقي كلمة لايك وتحت الفيديو تلاقي كلمة اشتراك في تحت الفيديو وتلاقي كلمة اشتراك باللون الاحمر تضغط عليها وتفهم بقى النهار ده جاه فاهمك حاجات جديدة او الاحتباس الحرارية كل ده عارفينه افضل شيء افضل حاجة للاحتباس الحراري كيس فيتامين سي الصادر البطر انا ببيعف الصادرية عندي بخمستاشر جنيه الكيس ده جماعة عبارة عن فيتامين سي عشرين في المية فيتامين سي ده بيعمل ايه قبل ما اعرف فيتامين سي بيعمل ايه اعرف هو الخر بيعمل ايه الخر بيرفع درجة حرارة جسم الفرح فمفروض الطبيعي حارات جسم الفرخ واحد واربعين توصل اتنين واربعين تلاتة واربعين من كتر الاخر هب الفرخ يروح ميت ويجي له صدمة ويموت ده كده باختصار اللي بيحصل باختصار شيديد جدا كمان طيب علامات الحر ايه? اولا تبدأ الفرخة تفتح بققها وتنهج زي ما شايفين مسلا كده تفتح بققها وتنهج ده اول علامة تاني علامة الفرخة تروح نايمة على جنبها زي اللي نايمة دي كده. طيب تالت علامة تلاقي الفرخة لزقة في الحيطة. ليه لزقة في الحيطة? ان الحيطة دايجة حراتها قليلة. فبينزق فيها. عارف انت مسلا لما يكون البلاطة عندك بارد شوية فتخط دك عليه فتلاقيه آآ سائع كده شوية وبارد هيو نفس النظام. طب الحاجة اللي بعد كده تلاقي الفرخة عمال تفرق فما كانها تفرق 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 وتروح قاعدة على البلاط او على الارضية لسمنت. فالارضية سمنت ببحراتها برضو اقل شوية. فتسحب الحرات من جسمها. جايب لك النهاردة بقى لحل النهايي. هل فيتامين سي هيمنع النهاجين? مش هيمنع النهاجين. هل فيتامين سي هيمنع الفرخة نمعة جنبها ويزود سحب العلف في الصيف والكلام ده? بالنسبة بسيطة. اما ليها ميتها دكتور? اما انت جايبوا ليه? هقول لك انا جايبوا ليه. اولا الضرر اللي اللي الحر بيعملولي هو موت الفراخ. الموت اهم شيء بالنسبة لي. اه لو لو الفراخ ما اكلتش بالنهار مش مشكلة. بس احسن ما تموتش. بدل ما بيقى يا عم على تلاتة وتلاتين يوم بقى على الستة وتلاتين عشان الحر. بس الفراخك ما تموتش. فراخك تبقى بصحة جيدة. طيب اعمل ايه? فيتامين سي ده بقى بيحافظ على درجة حرارة جسم الفرخ. اه العنبر عندك حر. الاوضة اللي انت بتربي فيها حر والفراخ بتنهج. وهتموت من حر. فيتامين سي ده بقى حافظ على درجة حرارة جسم الفرخ تبقى واحدة اربعين فبالتالي ما تزدش فبالتالي ما يموتش. طيب فيتامين سي ده بقى استخدم واحد يقول لي الساعة واحدة الظهر يا دكتور احط فيتامين سي. برضو فراكها هتموت. طب انا عاصل احط فيتامين سي. طب بالليل احط فيتامين سي برضو فراكها هتموت. وما لحط نعمة فيتامين سي? ركز معك. دي التركات اللي انا عايزك تفهمها بقى. وتعلي بقى مستواك. تتعامنا كده باللايك عزيزي المشاهدة والاشتراك في القناة. التركة رجم واحد ان اولا الفيتامين سي بتحطم الساعة ستة الصبح او سبعة الصبح. قبل ما الشمس تلطى وقبل ما العنبر عندك يبقى حر. ليه? عبال لما الفرخة لما كل الفريخت تشرب بالمية والمية تخش في الحويصلة وتنزل بالحويصلة على الامعاء. وفي الامعاء تمتص. وبعد ما تمتص تخش الدم ويمشى على بقية الجسم كله فيها تلات اربع ساعات. فالتلات اربع ساعات دول هم البدرية بقى. بحس اول ما الساعة تيجي احداشر عشرة اتناشر واحدة ده كده الجو حر لنار. فبقى فيتامين سي كده موجود جوا الدم. مش موجود في المية قدامهم لأ. يبقى دخل دم الفراخ. فيبدأ يحافظ فيبدأ تلاقي برضو الفراخ بتاكل معاك. يبدأ تلاقي الفراخ عندك ما يموتش. وده اهم شيء. اتمنى تكون استفادة والفيديو عجبك. بيتامين سي ده جامعة موجود. وطبعا احنا بنزل كده كده اعاوز لكم عارض بس كده في عشر ثواني. احنا بنزل كده كده لأي حد في نطاق اسماعالية. آآ برضو يعني بنجيب لكم كده 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 اللي احب نصور به قدامكم. ومطلعين بيموزين تراتة كيلو. الدورة اللي قبلها كمان. وطبعا ازاي مشاهدين لو انت عايزك كده ده ممكن تكلمنا على تقول انت عاوز على عدد قد ايه. بس هم حاجة تبقى رايب في نطاق الاسماعالية او الاقصاصين او التال الكبير. طب انت مسلا في محافزة تانية غير المحافزة ما يتقلش عن الفين فرخ بقى تلات تلاف فرخ اربع تلاف فرخ. تبقى مزرعة يعني. وانا يعني الناس كتير سألتني وكان عايزك كده كده ديه. فقلنا نوزحها للناس. وبرضو هيبقى بسعر بسيط. ويوصلك كتكوت سوبر نظيف. انا واصق فيه. وانت واصق في لي انك شايفه قدام عينك في كام دورة عملناها قبل كده. شركة محترمة ونظيفة. واعملك عرض تاني. اسمه عرض المتابعة. بتابع فيه ده وثفاق بتاعتك. من عمر يوم لحد البيع. بكلمك كل يوم في التليفون. بكلمك كل يوم على الواطس. بقول لك نعمل ايه ومش نعمل ايه نمشي ازاي بنشتغل ازاي. وده بيكون بمقابل مادي. بسيط جدا. لو حابت شرك معي في عرض المتابعة. ابعت لرسالة على الواطس. اقول لها دكتور محمد. انا عايز شرك معك في عرض المتابعة. جرعة فيتامين سي. جرام على لتر المية من ستة صباحا. والاقدان العصر شغال معك عادي. ولو سبت لو بقيت اليوم شغال عادي. اهم شيء تنزله من الساعة ستة الصبح او سبعة الصبح جرام على اللتر. اتمنى تكون استفاد. ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك الجميل. واهم من كل ده اصلا. ما تنساش تصلح حبيبنا النبي عليها افضل الصلاة وتم والتسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.